تقريباً 90% من المكاتب ما فيها حتى حتى ممثل طرف يعني معتمد من الهيئة أو يواكب في العملية كذلك وهذا ما عندها ملحوظة ساقوها الناس لكل غياب غياب نوعاً ما لملاحظي المجتمع المدني المحلي والدولي أيضاً تواصلت شوية حول المراكس تأثير على الناخبين منطرف ناخبين مواطنين قلة قليلة الأطراف المشاركة في الحملة ولكن لاحظنا أيضاً عدم احترام الصمت الانتخابي صححنا المصار المصار كان ماشي فيه هاوية بأشباه الأحزاب اللي تعيش مراهقات سياسية اللي تزعمها نجيب الشابي وحمى الهمامي ورشد الغنوشي إلى مصار دستور على قياس مشاكل ومآسي وأوجاع المواطن التوسي فرحانا كيرتحنا منها ما كانوا في البرلمان وشنوها نهار كل سوق دلال ونهار كل يتعارك ونهار كل مشاكل وخلونا مسخرة يروا بالحقرة وارتحنا يا أخويا من نهضة بصراح وملأ أحزاب وما كان الناس الخوانة وما كان الناس الموالية وما كان الناس ما يحبوش تونس ما يحبوش تونس ما يحبوش الشعب التونسي نحبو الزيت موجود نحبو السكر موجود ما فاميه السكر ما فاميه الزيت ما فاميهش نحبو معيشة باهية نحبو الزيادة إنا إخداها في وقتنا نحبو الأسوام الطيح ما نحبوش الزوالي ما عاش يعيش نحبو برشة حاجات باهية وبالنسبة للرئيس رو قيس سعيد سي قيس سعيد رو رئيس ونص وإن شاء الله قدرت ربي البلاد بشي قدها أكثر من اللي كانت الاستفتاة هو جوعة من طرف الناس معناها مختصين جوعة لحماية تونس مش لحماية الأفراد ولا الأشخاص اللي يتبجحون بالحرية والديمقراطية وكأن الحرية والديمقراطية بش وكنا الخبز لا يتوج هذا العرس لا يتوج إلا بمحاسبة كل من أجرم في حق الدولة التونسية الاستفتاة منج موش نقوله فا إلا وقت اللي نشوفه الفعل على الأرض والفعل على الأرض ما هوش غير في الدستور الفعل على الأرض هو يشيد البشر لم تصل نسبة التصويت إلى 25% وحتى هذه النسبة على فرض أنها صحيحة هي نسبة لا تخول لقيس سعيد تغيير دستور 2014 الذين تمسكوا به ولا تخول له حكمة البلادي بمفرده اليوم معنتها نسبة المقاطعة هي 75% والمقاطعة دعت لها المعارضة العريضة المعارضة المختلفة من اليمين إلى اليسار إلى يعني العائلة الدستورية وغيرها يعني كشفت يوم أمس هو يعني عدم شعبية قيس سعيد اشتركوا في القناة موسيقى شكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة